رواية أبابيل رواية أبابيل رواية أبابيل من وجهة نظر الكاتب أو من وجهة نظر الروائي شريف عبدالهاتي شريف صباح الخير صباح النور و أهلا بك معنا نهاركم سعيد و خليني في البداية أفهم إيه هي أبابيل و نعرف مشاهدين إيه هي أبابيل أنا اللي أنا عرف عنها أن هي رواية خاصة بالعدل والعدالة أو بمؤسسة القضاء أو بالقضاء عالم القضاء شفتوا إزاي و كتبتوا إزاي و قلت عنه إيه خلينا في الأول نتفق أن العدل أساس الملك دي قاعدة كلنا متفقين عليها إذا ما اختل العدل اختلت كل مؤسسات الدولة العدل هو الشيء اللي بينظم علاقتنا بعض كبشر و بينظم علاقات المؤسسات ببعضها إحنا عندنا حصل اختلال كبير أوي في العدالة تمام؟ ده شيء أنا رصدته من خلال عمل الصحفي و من خلال عمل في الإعداد البرامج لقيت أن في عندنا أزمات كبيرة جداً إحنا تطرقنا عليها في العهود اللي سابق إحنا من أول عهد عبد الناصر وإحنا عندنا سمعنا عن مسبحة القضاء وقال دي حولت الدولة في بعض الأوقات أنها تسيطر على المؤسسة القضائية بحيث أن يكون فيه رجال من المؤسسة القضائية اللي هم ولاء للدولة و للنظام الحاكم بحيث أنهم ويتم انتداب أشخاص بعينهم في النظر لأضايا بعينها عشان خاطر يصدروا أحكام تتوافق مع النظام تمام؟ حصل فترة كبيرة أن عندنا طيارين من القضاء قضاء مستقل وقضاء بينتمي للحكومة وتوالت الأحداث ومرت السنين لغاية لما إحنا في فترة من الفترات شفنا أن طيار القضاء لفترة عهد المبارك كان بيحاول أن هو يعيد تعديل السلطة القضائية بما يتوافق مع مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين لكن في الحقيقة بجانب الموضوع ده شفنا سلبيات حصلت أن عمل القضاء في السياسة أخل بالمؤسسة القضائية فترتب على ذلك أن الناس مع الوقت ومع وجود وجوه بعينها في السياسة حس المواطن أن في قضاء ليهم انتماءات للأحزاب أو الميول السياسية أكتر من ولائهم للوطن. بجانب بط المنظومة القضائية خلت الناس مع الوقت كل هذه السلبيات تفقد زاقطها بشكل أو بآخر في المؤسسة القضائية فاختلال الثقة ما بين المواطن ما بين المؤسسة القضائية هيترتب عليه أن المواطن هيعشعر أنه بيعيش في غابة والأغس بالزراع قانون الغابة هو اللي بيحكمنا فكان ضروري جدا أن يكون فيه أعادة لتصحيح المصار ولكن ضروري جدا ونفكر أن نعيد تصحيح المصار أنه ليس أي حد يفتي ولا أي حد يحاول يتدخل في عمل المؤسسة القضائية تطهير المؤسسة القضائية أو إصلاح أخطائها أو سلبياتها لازم يتم من رجال منها من شيوخ المهنة ومن كبرها اللي حصل في الفترات اللي فاتت وفي عهد الإخوان المسلمين لما تولوا أنهم حاولوا أنهم يؤخونوا القضاء ويسيطروا عليه ومش بس كده حاولوا أنهم يعملوا فيه انشقاق لأن الحقيقة القضاء انشقوا يعني شفنا كذا جيها بقى إحنا شفنا طول الوقت النظام أيما كان هذا النظام أو أيما كان هذا العهد بيحاول طول الوقت أنه يستميل هذه المؤسسة نظراً لقوتها الشديدة ونظراً لقدرتها على أن هي تخل أرقان هذا النظام لو صدرت حكم معين ضد النظام خلص خلت أرقانه وأحراجته قدام الرأي العام وأحراجته قدام العالم كله فاللي حصل في عهد مبارك أنه يحاول أنه يمد الوقت ويمد الفترات القانونية لبعض القضاء لعدد كبير عشان يستميلهم لصف لما جاي بعد كده الإخوان المسلمين حاولوا أنه يخفض الوقت عشان خطر يعمل إحلال ويشيل الناس اللي هو بيستشعر أنهم منهمش انتماء لي ويجيب ناس تابعهم وبالتالي يتم السيطرة على مفاصل الدولة منها المؤسسة القضائية إذن إحنا في طول الوقت في صراع ما بين النظام وما بين السلطة القضائية في هذا الصراع ما بين قوة النظام وقوة السلطة القضائية من خلال رواية أبابيل اللي البطل بتاعها قاضي شاب عنده أحلام مثالية وردية بيتمنى طول الوقت أنه يحقق العدل والعدالة إلى أن يتولى منصب قاضي فبيبدأ يشوف حواليه قد إيه إن فيه سلبيات فبيحاول أنه يحقق العدالة بنفسه وهنا الرواية بتطرح سؤال مهم جدا هل كل ما هو قانوني عادل ولا لا فهو بيكتشف أنه فيه أحكام بتبقى قانونية ولكن مش عادلة وفيه أحكام ممكن تبقى عادلة بس مش قانونية طيب يقع في هذا الحرك وبتتولى الأحداث بمش عايز أحرق التفاصيل إيه هي أبابيل يعني إيه أبابيل وليه اخترت الاسم ده أبابيل هو اسم قرآني معروف في صورة الفيل فارسلنا عليهم تيرون أبابيل تيرون أبابيل هي الطيور اللي جاية في جماعات متوالية ملهاش أول من آخر كلمة أبابيل في اللغة العربية يعني خشود ملهاش أول من آخر فإحنا دلوقتي في مرخلة الأبابيل إحنا دلوقتي محتاجين أن يكون فيه عندنا أبابيل في عهد أبراه الأشرم لما حاول أنه هو يهدم الكعبة وتوجه بجيشه لهدم الكعبة كان فيه تدخل من العناية اللي هي كان فيه تدخل من السم عشان خطر يعمل تحقيق للميزان العدل كان هو كان قوة الشر كانت مسيطرة أكبر من قوة الخير إحنا في هذه المرخلة محتاجين لتدخل وعناية مش شرط تبقى من السماء المراضي إن إحنا كلنا يكون لنا نفس دور التيور الأبابيل لمواجهة الفساد والسلبيات وبعد كده ده المعنى العميق في المعنى القريب إن القاضي قاضي شاب بيكون لي قدرات بدنية معينة لأنه في الرواية لي خلفية شرطية وكان نظام الشرطة قبل ما يتولى المنصب فعنده قدرات بدنية معينة فهو بيحاول لعب الدور دوت لما بيلاقي إن فيه فجوة ما بين العدالة وما بين القانون فهو بينتمي لمؤسسة سرية بتحاول أن يتحقق العدالة على طريقتها فهو بيهدور الطيور الأبابيل إنه بينقض على قوى الشر بأنه يحاول أن يحطمها وفي الآخر إنه يحقق العدالة للمواجهة بس في الآخر هو طول ما أنت بتخلفي القانون حتى لو هدفك نبين ونتتحقق العدالة مش شرط من أنت توصل لهدف ده لازم في الآخر نوصل كلنا لسياغة مجتمعية نصيغ من خلالها عهد جديد نصيغ من خلالها قوانين جديدة نصيغ من خلالها أفقار جديدة تعيد الثقة مرة أخرى وتهتم بالمواطن اللي هو تم تجاهل حقوقه في أوقات كتيرة دي نقطة أهم عناصر الرواية اللي اعتمدت عليها يا شريف أهم عناصر الرواية كانت إيه؟ العناصر اللي اعتمدت عليها أن الرواية تكون ملحمية ما اعتمدتش أن الرواية تكون في جانب واحد يعني فيه رواية مثلا يقول لك الرواية دي ساسبينس فيه يقول لك الرواية دي رومانسية فيقول لك الرواية دي اجتماعية لما اعتمدت أن الرواية دي تكون ملحمية نظر أن هي بتتطرق وبترصد عهد الإخوان المسلمين في مصر وعهد الحكم من أول 30 يونيو لـ 30 يونيو من أول ما تولوا لغاية لما قامت صورة شعبية لخلع نظام المعزول في السنة دي شفنا أمور كتيرة جدا التاريخ هيقف قدامها زاهلا مش قادر نوعه يحكم عليها شفنا حاجات رهيبة شفنا أحداث عباسية شفنا تحولات شديدة جدا حصلت من جانب المواطنين ومن جانب الدولة الأمور التي تتحولينها كانت فيها لغبطة مش قادر ترسي على موقف فده حقق بشكل أو بآخر كوميديا سوداء تخليك على قد ما انت بتعياتي على قد ما انت بتتحكي فالرواية فيها جانب رومانسي فيها جانب ساسبينس وإصارة فيها جانب ملحمي فيها جانب درامي فيها جانب فيها كل الجوانب فيها جانب تاريخي يعني الرواية دي كان يهمني ان انت بعد عشر عشرين تلاتين سنة لما تقريها هتشوف في خلال السنة دي مصر كانت عاملة ازاي قد ايه كان فيه فترة لغبطة الشعب وقف قدامها مش قادر يستوعب اللي بيحصل قد ايه كان فيه عندنا مشاكل كتيرة جدا فقط أزهانا وفقط إدرقتنا واستعبنا يعني عالفكر انه من كلامك ده معنى ان عنصر الزمن ليه أهمية كبيرة جدا في كتابة الرواية أو في رواية أبابين الرواية أصلا بكتابها من 2010 يعني فكرة التطرق لأزمة العدلة في مصر هي فكرة قديمة ومشكلة القضاء وسلبيات القضاء هي موجودة من زمان مش هنقول ان هي وجدت بس في عهد الإخوان فحاولت انه اكتبها وانا برطت أزمة القضاء في عهد مبارا وحصلت أزمة كبيرة وكل يعلمها من 2005 بعدين لما قامت ثورة يناير قمت بتغيير الأحداث بما يتوائم وتناسب مع التغييرات اللي حصلت وبعدين فترة المجلس العسكري ثم فترة الإخوان المسلمين كل الأحداث اللي بتحصل دي كانت بتدفعني طول الوقت ان أنا بغير في الأحداث بما ينواقم مع الواقع عشان كان يهمني ان أنا أوصل لآخر حاجة وصلنا لها عايز الرواية لما تيجي تنزل تنزل في مرخلة احنا وصلنا لآخر فين عشان بعد كده نبدأ من عندها نبدأ من النهاية مش انها تجيب عهد قديم وخلاص بس فهذا اللي أنا جمعته في الرواية وخليني برضو بالمناسبة عشان عارف ان الوقت ممكن يضاهمنا في أي لحظة اقول ان احنا في المرحلة اللي احنا فيها دي محتاجين لإعادة الثقة نظرا لان فيه أرقام واضحة وصريحة ومن جهات رسمية بتقول ان احنا الأزمة عندنا فيه القضاء المصري لم تحل بعد لما يطلع لنا سيادة المستشار هشام جنينا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ويقول ان حجم المخالفات المالية في مؤسسة القضاء وفي أمن الدولة وصل لخمسة ونص مليار جنيه برقم رسمي ومعلم ده معناه ان احنا عندنا أزمة لما يكون فيه عندنا فكرة المحاباة في تعينات النيابة ان يتم تعيين او اختيار اشخاص بعينهم نظرا لقرابتهم لعدد من المستشارين او القضاء دي أزمة لما يكون ان مواطن يرفع قضية او يحاول انه ياخد حق بالقانون فترة طويلة اكتر من سنة عشان ياخد حقوقه وفي الاخر ما يوصل لهاش دي أزمة لما يكون فيه عدد كبير وظاهرة احنا شفناها مؤخرا لمجموعة من القضاء بيتم التنحي من خلالهم عن النظر فيه قضايا والظاهرة تتكرر وكذا قاضي وكذا مستشار يتنحها نظرا لستشعر الحرق واحنا مش فاهمين الموضوع مش فاهمين ابعاده هل هو هدد هل هو فيه ضغوط عليه هل فيه مشاكل كل حاجات دي بتقول ان الأزمة والمشكلة لم تحل بعد ولكن مهم جدا وإحنا بنفكر ان احنا نحلها ان حل هذه الأزمات لازم يتم من خلال داخل المؤسسة القضائية في عندنا وجوه مستنيرة في عندنا وجوه ذات ثقة محتاجين ان الوجوه دي يكون لها تدخل ويكون لها ظهور في الفترة اللي جاية ان شاء الله عشان خاطر نعيد الثقة مرة اخرى ما بين المواطن العادي هو المؤسسة القضائية وإحنا بنقول الكلام ده عشان خاطر المؤسسة القضائية من أهم مؤسسات الدولة طبعا ما بنقولوش من ناحية ان احنا بنشوه هذه المؤسسة ولا ان احنا بنسئلها قد ما احنا دول وقت عزنها بنطالبها بتطهير نفسها بنفسها بالضبط وده مهم جدا وعلى فكرة ده بيحصل ده بيحصل ده بيحصل ان زي ما قلت في البداية انه مؤسسة القضاء تحديدا هي من أهم المؤسسات ومن المؤسسات اللي حقيقي بتطهر نفسها بنفسها وزي ما كنت بتقول لازم الشيخ بتاعها او الكبير بتاعها هو اللي بيكون متدخل في عملية التطهير مجد الدين مهران هو بطل الرواية تمام كلمني شوية عن مجد الدين مهران مجد الدين مهران هو نموذج للرجل العدالة اللي بنأمله واللي بنتمنيه هو كان في البداية بيعمل كضابة شرطة والغاية لما فترة من الفترات بصير الموضوع ده ما بقاش متاح دلوقتي كان متاح للفترات اللي فاتت كان ممكن ينزل إعلام من المجلس الأعلى للقضاء أنه بيطالب الحاصلين على لسانس الحق أو ما يعادله أنهما يتقدموا لاختبارات النيابة فلما شاف الإعلان تقدم بناء على ظروف معينة مر بها في الرواية تقدم لاختبارات النيابة واكتزل لاختبارات وحول مصاره من ضابط شرطة كان في قوات مكافحة الإرهاب إلى واكيل النيابة وبعدين لما بيوصل وبياء قاضي في محاكم الجزئية اللي هو بيحكم في قضايا الجنح اللي بيكون عند الرول فيه 300 قضية و400 قضية فلقى أن الأجواء اللي حواليه مش بتساعده أنه هو يحكم ويقوم بالضور اللي هو كان بيأمله لما حول مصاره من الشرطة للنيابة هو كان بيأمل أنه يقوم بدور معين شاف وهو ظابط شرطة قد أنه أنت ممكن تعمل قضية وتتعب عليها قوي وتسلم الجاني للقانون عشان ياخد القانون مجراء أو في الآخر بناء على بعض الصغرات أو بعض الأخطاء اللي أنت تعبت عشان خطر تقدمه للمحاكمة بيطلع براء فكان عنده حلم أنه هو لما يغير مصاره من الشرطة إلى القضاء أنه هو يقضي على هذه المشاكل لكن اكتشف أن الموضوع أكبر منه بكتير بجانب الموضوع ده هو شخص حالم شخص رومانسي شخص بيعزف ليه علاقة بالفن شخص عنده أحلام وطموخات خاصة ببلده وخاصة بشعبه فلما بيشوف قدامه من خلال عمل القضائي قد ييه بتبقى حزينة قد ييه بيبقى شايف أو متعاطف مع بعض عنده جانب إنساني يعني جدا هو بيحقق طول الوقت فكرة الشخص العادل اللي بيحاول أنه هو يطبق روح القانون وليس القانون دايما في أوقات وده أجمل بكتير بالزبط وده أجمل بكتير جدا الحقيقة يعني رواية مشوقة أن الواحد يقرأ ويشوف وبنتمنى يا رب أن يكون فيهم زي مجد الدين مهران كتير وأفتكري أن إحنا عندنا زيه بس يمكن بيواجه بعض السعاب يمكن في بعض المشاكل ولكن مؤسسة القضاء هي مؤسسة شامخة مؤسسة القضاء هي مؤسسة هامة جدا وتحقيل عدل والعدالة من أهم الصعوبات اللي بتواجهنا الحقيقة ويمكن بسببها إحنا بنواجه مشاكل إنه فيه أحكام كتير جدا منتظرينها فيه حاجات كتير جدا منتظرينها نحتاجين فيها السرعة والحسن بالضبط العدالة الناجزة بالضبط العدالة الناجزة الحقيقة ده إحنا في أمس الحاجة إليه لأنه هيحللنا مشاكل كتيرة جدا وهيحط كل واحد في المكان المظبوط وهيسكت ناس كتيرة أو يعملها تتكلم وبس بالضبط أنا بشكرك شريف عبدالهادي صاحب رواية أبابيل على وجودك معنا النهاردة وأتمنى إن شاء الله أن كل الناس تقبل على الرواية وأتمنى أن مؤسسة القضاء يا رب تفضل دايما من أهم المؤسسات اللي موجودة في الدولة ومؤسسة لا تخترق بأي شكل من الأشكال مؤسسة شامخة مؤسسة قوية مؤسسة هي اللي بتحقق لنا دولة القانون وهي دي الدولة اللي كلنا بنأمل وبنحلم بيها بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم